تستضيف العاصمة السعودية الرياض قمتين عربية وإسلامية يومي السبت والأحد المقبلين لبحث التطورات في قطاع غزة ووقف التصعيد العسكري القمتين العربية والإسلامية تهدفان إلى توحيد الجهود لمعالجة الوضع الإنساني العاجل في قطاع غزة والدعوة إلى وقف فوريا لإطلاق النار وتأمين ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية في ظل تصاعد التوترات واستمرار الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية على وجه العموم وفي قطاع غزة على وجه الخصوص تستعد الدول العربية والإسلامية لعقد قمتين طارئتين لا تحملان فقط أهمية سياسية بل تتطلعان إلى إيجاد مبادرات إنسانية ملحة لإغاثة وإنقاذ سكان غزة القمة العربية الطارئة التي تستضيفها الرياض في 11 نوفمبر الجاري تأتي بناء على طلب رسمي تلقته الجامعة العربية من دولة فلسطين والمملكة العربية السعودية كما تستضيف الرياض أيضا قمة إسلامية استثنائية في 12 نوفمبر الجاري ممثلة بمنظمة التعاون الإسلامي والتي من أبرز ملفاتها بحث التطورات الحاصلة على الأراضي الفلسطينية وتهدف القمتان إلى توحيد الجهود لمعالجة الوضع الإنساني العاجل في قطاع غزة والعمل على صياغة استجابة موحدة تجاه الأزمة مع الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار وتأمين ممرات آمينة للمساعدات الإنسانية محللون وخبراء السياسيون أشاروا إلى أن القمتين العربية والإسلامية تشكلان فرصة قد تتمخض عنها نتائج تسهم في وقف التصعيد العسكري على الأبرياء في قطاع غزة كما توقع المحللون والخبراء السياسيون أن القمتين العربية والإسلامية ستوجهان رسائل عدة بضرورة وقف الحرب في غزة وبدء مفاوضات لهدن إنسانية تفضي إلى العمل على حل الدولتين الشارع العربي والإسلامي ينظر بأمل وتلهف إلى مخرجات القمتين العربية والإسلامية لوضع حد للتصعيد العسكري وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني ليعيش بسلام وأمان في ربوع بلاده شكراً لكم شكراً لكم اشتركوا في القناة